بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا عزيزات الطلاب عزيزاتي الطالبات يوم شاء الله بإذن الله بنكون في معمل الجبر لنرى التوافيق ومثلث باسكال هذا رابط الدرس الرقمي الهدف استعمل التوافيق ومثلث باسكال لإيجاد عدد طرق اختيار الجوائز في الألعاب والمثال المماثلة والشبيهة بها تذكر أن اختيار مجموعة من العناصر يجب بحيث يكون الترتيب غير مهم يسمى توفيقا مجموعة من عناصر الترتيب غير مهم فيها يسمى توفيقا فعلى سبيل المثال اختيار قطعتين من الشطائر من بين ست قطع هو توافيق ستة عناصر مأخوذة مثنى مثنى في كل مرة هذا معنى التوافيق هو توافيق ستة عناصر مأخوذة مثنى مثنى في كل مرة لو أخذت مثنى مثنى في كل مرة كم عدد المجموعات التي تتكون لي من ستة عناصر ويمكن كتابة عدد التوافيق في هذه الحالة في الصورة اللي هو توافيق اثنين من ستة أو توافيق مثل ما كتبناها في حصة الماضية اثنين من ستة عندنا هنا مسابقة ثقافية تتكون من خمس مراحل للفائز في كل مرحلة جائزة يختارها من بين جوائز المسابقة الخمس يعني إذا كان الفائز فاز في مرحلة عنده خمسة جوائز يختار أي جائزة يريد من هذه الخمسة جوائز فاز في مرحلتين رح يختار جائزتين من هذه الخمسة جوائز يعني عندنا خمسة جوائز ومراحل المرحلة الأولى نختار جائزة من الخمس المرحلة فزنا في مرحلتين نختار جائزتين فزنا في ثلاث مراحل نختار ثلاث جوائز فزنا في أربعة نختار أربع جوائز فزنا في خمسة رح نختار خمس جوائز إذا ما فاز المتسابق في أي مرحلة رح يختار صفر من الجوائز إذا اشترك مهند في المسابقة فإن عدد الجوائز التي يمكن الحصول عليها هو إما صفر من الجوائز أو واحد من الجوائز أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثل ما وضحنا قبل قليل صفر لما فاز في أي جائزة أو في أي مرحلة واحد رح يأخذ جائزة واحدة إذا مرحلة فاز في مرحلة جائزتين فاز في مرحلتين ثلاث جوائز في ثلاث مراحل وهكذا طبعا عنده خمس مراحل ممكن يفوز في مرحلة ثانية والأولى ما يفوز فيها يمر على الخمسة مراحل أوجد عدد الطرق الممكنة لاختيار الجوائز الآن كم عدد الجوائز اللي رح يحصل عليها إذا فاز في الممكنة عدد الجوائز الممكنة هذه لكن عدد الطرق الممكنة لاختيار الجوائز الآن رح يختار جائزتين كم طريقة عنده عنده خمس جوائز يبغي يختار منها ثنتين طبعا لما اختار الجائزة رقم واحد والجائزة رقم خمسة نفسه اذا اختار خمسة وواحد فهنا الترتيب غير مهم فنسميه توافق الترتيب هنا غير مهم فنسميه توافق يعني عندنا الآن جوائز خمسة جوائز اذا لم يفز اللاعب او مهند في اي مرحلة كم عدد طرق اختيار الجوائز كم عدد طرقها طريقة واحدة وهي ولا جائزة كم عدد الطرق واحدة اللي هي لن يحصل على اي جائزة طيب اذا فاز مهند في مرحلة واحدة كم عدد طرق الجوائز الممكنة الآن اذا فاز في صفر من المراحل طيب اذا فاز في مرحلة واحدة كم عدد طرق الجوائز كم عدد الطرق الممكنة اللي يختار منها الجوائز اما الاولى مع الثانية او الاولى مع الثالثة أو الأولى مع الرابعة هذه الأولى والثانية الأولى والثالثة الأولى والرابعة أيضا الأولى مع الخامسة هذه أربع طرق أيضا الثانية مع الثالثة الثانية مع الرابعة الثانية مع الخامسة ثم الثالثة مع الرابعة الثالثة مع الخامسة ثم الرابعة مع الخامسة طبعا إذا لم يفز المتسابق في أي مرحلة من مراحل المسابقة فأنه يحصل على صفر جائزة وهذا يمثل خمس عناصر مأخوذة صفر في كل مرة خمسة ناصر أبأخذ مجموعات مكونة من صفر في كل مرة نعلم مسبقا أن توافيق صفر من خمسة يساوي واحد إذن عدد الطرق الممكنة لاختيار الجوائز طريقة وحدة وهي ولا جائزة هذه طريقة أعتبر وهذا يعني أنه توجد طريقة واحدة فقط للحصول على صفر من الجوائز أما إذا فاز متسابق في مرحلة واحدة فإن أي من الجوائز الخمس يمكنه اختيارها إذا فاز في مرحلتين فإنه يمكن اختيار أي جائزتين وإذا فاز في ثلاث مراحل فيمكنه اختيار أي ثلاث جوائز وهكذا بكم طريقة يمكن له اختيار جائزة واحدة وجائزتين وثلاث جوائز وأربع جوائز وخمس جوائز يمكن تحديد عدد الطرق باستعمال مثلث باسكال باستعمال مثلث باسكال هنا مثلث باسكال راح يفيدنا في ذلك طبعا لو فاز في مرحلة واحدة عنده خمس جوائز طبعا لو فاز ولا مرحلة يعني ما فاز في أي مرحلة عنده طريقة وحدة للاختيار اللي هي ولا جائزة طب فاز في مرحلة واحدة عنده خمس طرق إما يختار الجائزة الأولى أو يختار الجائزة الثانية أو يختار الثالثة أو الرابعة أو الخامسة طيب إذن عنده خمس طرق لما يكون فاز في مرحلة واحدة طب لو فاز في مرحلتين لاحظ هنا مثلث باسكال طبعا هنا عندنا اللي هو كتبنا قائمة الصفوف لمثلث باسكال إلى أن وصلنا إلى الصف الخامس يمكن الحصول على عدد طرق اختيار الجوائز من الصف الخامس الصف الخامس هو اللي راح يفيدنا لأنه عندنا خمسة جوائز خمسة جوائز طبعا احنا قلنا كم عدد الجوائز اما صفر او واحدة او اثنتين او ثلاث او اربع او خمس يعني عندنا ستة حدود بالفعل الصف الخامس فيه ستة حدود اذا لم يفز في اي مرحلة راح عندي طريقة واحدة لاختيار الجائزة اذا فاز في مرحلة واحدة عنده خمس طرق يأخذ الجائزة الاولى او بيأخذ الثانية او بيأخذ الثاسة او الرابعة او الخامسة هذي خمس طرق للاختيار طبعا اذا فاز في مرحلتين عنده عشر طرق إذا فاز في مرحلتين الآن عندنا الخمسة جوائز واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إما يأخذ الأولى والثانية أو يأخذ الأولى والثالثة أو يأخذ الأولى والرابعة هذه ثلاث طرق أو الأولى والخمسة هذه أربع طرق أو الآن خلاص الأولى خلاص أو الثانية مع الثالثة هذه خمس طرق أو الثانية مع الرابعة هذه ست أو الثانية مع الخامسة هذه سبع أو الثالثة مع الرابعة هذه ثمان أو الثالثة مع الخامسة هذه تسع أو الرابعة مع الخامسة هذه عشر طرق مختلفة لو يبغى يختار جائزتين من خمس جوائز طيب لو فاز في ثلاث مراحل أيضا عنده عشر طرق مختلفة بنفس الطريقة اللي وضحناها قبل قليل نفس الشيء واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة طبعا الأولى والثانية والثالثة أو الأولى والثانية والرابعة أو الأولى والثانية والخامسة أو ممكن نقول الأولى والثالثة والرابعة أو الأولى والثالثة والخامسة وهكذا راح يطلع لنا عشر طرق طيب إذا فاز في أربع مراحل عنده خمس طرق فقط الأولى والثانية والثالثة والرابعة هذه طريقة الأولى أو الأولى والثانية والثالثة والخامسة هذه الطريقة الثانية طبعا الآن الأولى أخذناها مع ثانية والثالثة والرابعة وأخذناها مع ثانية والثالثة والخامسة طيب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه الطريقة الثالثة اللي هي 2 و 3 و 4 و 5 أو الأولى مع الثالثة والرابعة والخامسة هذه الطريقة الرابعة أو اللي هي الأولى مع الثانية والرابعة والخامسة هذه الطريقة الخامسة طيب إذا فاز في خمس مراحل كم عدد طرق اختيار الجوائز؟ طريقة واحدة بيأخذهم كلهم الجائزة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة طريقة واحدة فقط لاختيار الجوائز أنه بياخذ جميع الجوائز الخامس حلل النتائج اكتب تخمينا حول كيفية استعمال الأعداد في أحد صفوف مثلث باسكال لإيجاد عدد طرق اختيار 0,1,2,3,4 إلى N من العناصر من بين N من العناصر كيف نستعمل الأعداد في أحد صفوف مثلث باسكال لإيجاد عدد الطرق لإيجاد عدد طرق الاختيار كيف ممكن نستعملها كيف طبعا عندنا هنا يوجد N من العناصر ولذلك نستعمل الصف N لإيجاد عدد الخيارات الممكنة رح نستعمل الصف ماذا رح نستعمل الصف N لأننا عندي N من العناصر رح نبحن نقلنا عندنا خمسة جوائز استعملنا الصف الخامس عندنا ستة جوائز رح نستعمل الصف السادس عندنا سبعة جوائز وهكذا نستعمل صف السابع العدد الأول يمثل اختيار صفر من العناصر اللي هو واحد كم طريقة عنده عشان يختار ولا عنصر طريقة واحدة إنما يختار ولا جائزة العدد الثاني يمثل يمثل اختيار عنصر واحد وهكذا العدد الثاني كيف نستعمل الأعداد في الصفوف العداد ماذا تمثل عدد الطرائق الممكنة العداد تمثل في الصفوف عدد الطرائق الممكنة طيب العدد الأول عدد الطرائق الممكنة لاختيار صفر من الجوائز اللي هو واحد دائما العدد الثاني مثل ما شفنا مثلا قبل قليل في مثلث باسكال اللي هو كان خمسة عدد الطرائق الممكنة الاختيار جائزة واحدة خمس طرق العدد الثالث يكون عدد الطرائق الممكنة لاختيار جائزتين والعدد أو العنصر الرابع في مثلث باسكال العنصر الرابع يمثل عدد اختيار وهي عشرة يمثل أيضا عدد اختيار الطرائق الممكنة طبعا هذه اللي صفر وهذه اللي جائزة واحدة وهذه اللي جائزتين وهذه اللي ثلاث جوائز ثم عندنا لأربع جوائز ثم عندنا لخمس جوائز اللي هي طبعا بتكون واحد وهنا بتكون خمسة فالعدد الأول لاختيار صفر من الجوائز العدد الثاني لاختيار جائزة واحدة عدد الطرائق الممكنة خمسة لاختيار جائزة واحدة العدد الثالث عدد الطرائق الممكنة اللي هو عشرة لاختيار جائزتين العدد الرابع عدد الطرائق الممكنة لاختيار اللي هي عشر طرائق ممكنة لاختيار ثلاث جوائز والعدد اللي هو الخامس خمس طرائق ممكنة لاختيار أربع جوائز والعدد السادس طريقة واحدة ممكنة لاختيار خمسة جوائز لاختيار خمسة جوائز هذا تكون عدد الطرائق الممكنة ولو لاحظنا هنا العنصر الأول لصفر من الجوائز اللي هو عدد يعني لم يحصل على أي جائزة العدد الثاني لاختيار عدد الطراق الممكن لاختيار جائزة واحدة الثالث لاختيار جائزتين نفس اللي هو نظرية ذات الحدين في نظرية ذات الحدين لما كان اللي هو عندنا نكتب توافيق الحد لما يكون مثلا الخامس قلنا بيكون هنا عندنا أربعة يكون هنا عندنا أربعة والأس اللي علل بيه هو الأربعة هذا الحد الخامس نفس الشيء هنا عندنا العنصر الرابع بيكون هنا ثلاث جوائز العنصر الخامس أربع جوائز العنصر السادس خمس جوائز على افتراض أن قواعد المسابقة تغيرت بحيث أصبح عدد المراحل ستة وعدد الجوائز ستة أوجد عدد الطرق التي يمكن من خلالها اختيار صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جوائز طبعا إذا شفنا في مثلث باسكال يعني أصلا لو كتبنا اللي هو الصف الذي يسبق اللي هو واحد وخمسة وعشرة وعشرة وخمسة وواحد طبعا هنا واحد زائد صفر بيعطيني واحد بعدين واحد زائد خمسة رح يعطينا ستة بعدين خمسة زائد عشرة رح يعطينا خمسة عشر بعدين عشرة زائد عشرة رح يعطينا عشرين بعدين عشرة زائد خمسة رح يعطينا خمسة عشر بعدين خمسة زائد واحد رح يعطينا ستة والواحد طبعا زائد صفر رح يعطينا واحد إذن عدد الطرائق الممكنة لاختيار صفر من الجوائز طريقة واحدة عدد الطرائق الممكن لاختيار جائزة واحدة ست طرق اما الاولى الجائزة الاولى او الجائزة الثانية او ثلاثة او الرابعة او الخامسة او السادسة طب عدد الطرائق الممكن لاختيار جائزتين اللي هو العنصر الثالث نلاحظ ماذا اللي هو هنا رقم العنصر يزيد على اللي هو عدد الجوائز رقم العنصر ثلاثة عدد الجوائز اثنين رقم العنصر اربعة اللي هو هذا العشرين رقم عدد الجوائز ثلاثة طيب كم عدد الطراق الممكن للاختيار جائزتين نأتي إلى ماذا لو قلنا مثلا كم عدد الطراق الممكن للاختيار أربع جوائز نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة العنصر الخامس لاختيار أربع جوائز والعنصر السادس لاختيار خمس جوائز والعنصر السابع لاختيار ستة جوائز يعني عندنا طريقة لاختيار صفر من الجوائز ست طرق إذا كان يبي يحصل على جائزة واحدة خمسة عشر طريقة إذا كان يبي يحصل على جائزتين خمسة عشر طريقة للاختيار أما الأولى مع الثانية أو الأولى مع الثالثة أو الأولى مع الرابعة أو الأولى مع الخامسة أو الأولى مع السادسة ثم الثانية والثالثة الثانية والرابعة الثانية والخامسة والثانية والسادسة ثم الثالثة والرابعة الثالثة والخامسة والثالثة والسادسة ثم الرابعة والخامسة والرابعة والسادسة ثم الخامسة مع السادسة رح يعطينا هنا طبعاً خمسة عشرة طريقة إذا كان فاز في خمس مراحل عنده ستة طرق لاختيار الجوائز إذا فاز في خمس مراحل عنده ستة طرق لاختيار الجوائز لو حسبنا التوافيق مثلاً هنا إذا كان أربعة وهي توافيق أربعة من ستة كم عدد الطرق الممكنة؟ كم عدد المجموعات التي نقدر نكونها من الستة إذا أخذنا كل مجموعة أربعة 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 كم؟ رح يكون مضروب الستة مقسوم على مضروب الأربعة مضروب الستة تقسيم مضروب الأربعة مضروب في مضروب الفرق بينهما اللي هو مضروب الأثنين يساوي مضروب الستة تقسيم مضروب الأربعة رح يبقى ستة في خمسة طيب و 4 في 3 في 2 في 1 راح تروح مع مضروب الاربعة طبعا راح يتبقى 6 في 5 اللي هي 30 تقسيم مضروب الاثنين اللي هي 2 في 1 30 تقسيم 2 اللي هي 15 بالفعل اللي هي نقدر نجيبها من التوافق أيضا نفس الشي عدد الطرائق الممكنة 6 الطرائق ممكنة لاختيار 5 جوائز من 6 جوائز وطريقة واحدة ممكنة لاختيار 6 جوائز من 6 جوائز بدلك نكون انتهينا من معمل الجبر التوافق ومثلث باسكال شكرا جزيلا عزيزي الطلاب وطالبات